طبعاً احنا كنا نستورد يعني اول استهلاك نعفونا المحلي اليومي 32 مليون لتر بالبانزين هذا في الصيف 16 مليون لتر من هذه الكمية كان يتم انتاجه والباقي كان يستورد حجم المشتقات النفطية حقيقة اللي نستوردها كان يوازي من 3.5 إلى 4 مليار سنوياً والرقم في تزايد هذه أرقام كبيرة جداً يعني تدخل في الموازنة العراقية ولا تحول إلى ملفات اقصادية هامة اليوم بعد افتتاح طبعاً قبل فترة بعد افتتاح مصفى بيجي مصفى كربلا واليوم إضافة وحدة رابعة حقيقة لمصفى البصرة وإضافة وحدة أزمرة اللي هو تحسين البانزين المحسن تم إضافة مليون و300 ألف لتر من البانزين الآن مجمل ما موجود بالعراق قد تعدى أكثر من 24 مليون لتر من البانزين وهو في طريقة إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج مع نهاية السنة مثل ما هو يعني خلص الآن زيت الغاز الآن والنفط الأبيض الآن قد وصل إلى اكتفاء الذاتي بعد هذه المرحلة حقيقة سوف يبدأ العراق بتصدير هذه المنتجات ترجمة نانسي قنقر